أعلنت الحركة الإسلامية تفاصيل الوثيقة السياسية التي تضمنت بنودا توضح موقفها بشأن كثيرا من القضايا والمستجدات في مؤتمر صحافي عقد بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي في عمان من أبرز ما تضمنته الوثيقة موقف الحركة من التطرف والإرهاب وموقفها من حرية الرأي والتعبير والإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن وكانت الحركة الإسلامية قد أطلقت في شهر نيسان الماضي مبادرة سياسية وطنية دعت من خلالها إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى مضامين الإصلاح الشامل وأكدت ضرورة تجسير الفجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي الحديث أكثر ينضم إلينا في الستوديو الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضيلة سيد العضي لحياك الله في قناة المملكة نتحدث عن هذه الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية في الأردن وعديد من مضامينها تتحدث عن دوافع مبررات العدل الحرية حق المقاومة دولة المواطنة توقيت إصدار هذه الوثيقة بهذا الوقت بالذات يعني الحقيقة هذه الوثيقة تجيب على كثير من الأسئلة التي تطرحها في المجتمع وفي الرأي العام وفي الإعلام حول مواقف الحركة الإسلامية من كثير من القضايا وتحتاج إلى إجابة صحيح نحن نجيب فيها ولذلك جمعت أدبيات الحركة الإسلامية في كل هذه المواقف وجعلتها أمام الرأي العام اليوم كنسخة كانها للمعلومات السياسية وأدبيات السياسية للحركة الإسلامية ومواقفها من هذه القضايا موقفها من الحريات موقفها من العدل موقفها من المرأة موقفها من الشباب موقفها من الإصلاح السياسي موقفها علاقات السياسية والداخلية والخارجية موقفها من العلاقات مع الجهات الرسمية موقفها من الجهات الحزبية والشعبية كل هذه الحقيقة أجابت عليها هذه الوثيقة وعبرت عن موقف الحركة الإسلامية بشكل موثق بحيث يصبح مرجعية لكل القيادات السياسية في الحزب والجماعة بحيث تجيب على كثير من أسألة الناس إذا كان في ضبابية في بعض الأشياء تجيب عليها هذه الوثيقة إذا كان في أشياء تحتاج إلى توضيح ومزيد من التوضيح أكدت وبيّنته هذه الوثيقة بحيث أنها اليوم تبني إلى توضيح مواقف الحركة الإسلامية من هنا أنطلق سيد العضايلة عندما قلت بأنه تجدد العلاقة مع الناس ما الذي تريد إيصاله الحركة الإسلامية لأشياء في هذا التوقيت؟ الحركة الإسلامية جزء من المجتمع الأردني وهي مؤثرة في هذا المجتمع وتتأثر بالمجتمع ولذلك علاقاتنا مع الناس تريد اليوم نحن اليوم في لحظة تاريخية راهنة كبيرة تحتاج إلى اجتماع المجموع الوطني اليوم يحتاج الناس أن يعرفوا بعض يعرفوا مواقفهم من الأشياء تتقارب المواقف حتى يصير هناك إجماع وجبهة وطنية خصوصا في ظل الضغوطات الوجهة للأردن اليوم يحتاج اليوم إلى أن الناس تكون تعرف بعض تعرف بعض كقوة سياسية وأن لا يبقى فيه هناك أي مواقف لا سمح الله غير ظاهرة أو مواقف هذه الوثيقة قالت كل شيء عما يريده الناس من الحركة الإسلامية ماذا يريدون؟ تعرفوا على موقفها من كل هذه القضايا وأعتقد أن هذا مهم في هذه اللحظة حتى لا يبقى ممكن مشكك في دور الحركة الإسلامية أو موقفها هل تم التنسيق مع حركات وأحزاب أخرى لإنتاج هذه الوثيقة السياسية؟ هذه الوثيقة تعبر عن فكر السياسي للحركة الإسلامية عن موقفها السياسي عن موقفها السياسية هي من القضايا العامة وليست مبادرة المبادرة قضية أخرى بما أنها تعبر عن ما هياتها هي هل تقر هذه الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية في الأردن بمضامينها التي قرأناها ورأيناها؟ هل تتضمن وتقر بوقفات تقييم ومراجعة ارتكبتها الحركة الإسلامية بنهجها السياسي خلال سنواتها الأخيرة أو بين هلالين بما يسمى الربيع العربي؟ الحقيقة هذا أول شيء كل حركة السياسية يجب أن تقيم أداءها باستمرار لأن العمل السياسي هو عمل بشري يعني يعتريه الصواب والخطأ ولكن الحقيقة هذا أيضا هو جزء من تراكم الخبرات والتجارب في الحركة الإسلامية مؤكد عندما تبني وثيقة أنت أيضا تراجع كل ما هو سابق أبعز المراجعات التي تم يعني مثلا وضحت علاقاتنا في مؤسسات الدولة وضحنا ما نتعامل كند مع الدولة نحن جزء من الدولة ونجزء من المجتمع الأردني ولسنا الدولة وضحت مواقفنا من الإصلاح السياسي ووضحت مواقفنا من العلاقات الداخلية والخارجية موقفنا من المصالح العليا للدولة الأردنية وذكرت هذه المصالح التي نعتقدها من وجهة نظرنا مصالح عليا للدولة الأردنية باختصار شديد هذه الوثيقة وضحت مواقف الحركة الإسلامية التي كان لبعضها يحتاج إلى توضيحها لأن بعض الناس يمكن لله سبحان الله أن يشكل بهذه المواقف فهذه الوثيقة أكدت هذه ووضحتها وأعلنتها للجمهور وأعتقد أن اليوم الحركة الإسلامية بهذه الوثيقة تضع بين يدي الناس وثيقة مرجعية يمكن أن نرجع لها ولا يقال والله فلان صرح هنا أو كلمة هناك أو كذا المواقف تنبني عن وثيقة مرجعية يستطيع أن يعود لها الناس في أي لحظة سواء سياسيين أو رسمين أو شعبين أو غيرهم سيدي تحدثت محليا عن موقف الحركة محليا من الدولة والمواطنين في الأردن لنتحدث سيد العضايل مواكبة هذه الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية في الأردن لعام 2019 لتطورات السياسية في المنطقة ما في شك واحدة من أسباب موجبات هذه الوثيقة تطورات يعني اليوم مثلا استجد في السنوات الربيع العربي موضوع الإرهاب والشكل الذي تخرج فيه كان لابد من توضيح موقف الحركة الإسلامية من العنف بشكل عام ووضحت أيضا موقفها من المقاومة بحيث ميزت بين المقاومة المشروعة وبين العنف غير المقبول ولذلك الحقيقة هذا وضحت الوثيقة وأكدت وهذا واحد من ثمن تطورات الوضع في المنطقة أيضا أكدت كما قلت لك موضوع مصالح الدولة الأردنية اليوم الدولة الأردنية تحت ضغط على مصالحها ومواقفها فأكدت الحركة موقفها السياسي في أنها دائما تقف مع الدولة الأردنية في الدفاع عن مصالح الأردن العليا في الحفاظ على الدولة الأردنية في الحفاظ على مصالحها وبصالح الشعب الأردن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضائلة أجزال الشكر لك شكرا